اشتركوا في القناة واجه صعوبات جمة جراء التدخلات السياسية الحاصلة مشيرا إلى أن الحال هو بلجنة تقص حقائق دولية أشار وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن إلى أن الاتصالات والمحادثات لن تؤثر على موعد وصول اللقاح قبل منتصف شباط المقبل ودع للخروج من جدل الأقفال وقال إن عبر نظرتنا للتجارب السابقة وصلنا إلى خلاصة وهي ملاحقة البؤر الوبائية في المناطق والعمل على معالجتها وتتبعها وأقفال المناطق الزمية الكمامات ونترك الجدل البيزنطي حول الأقفال أو عدمه ولفت حسن في تصريح له من السراي الحكومي إلى أننا نتتبع كل من يأتي من لندن والإشراءات هي ذاتها ولا يمكن أقفال المطار مع بريطانيا بل مع العديد من الدول لأن السلالة الجديدة من كورونا انتشرت في أكثر من دولة واعتبر بأن طريقة الاحتفالات في العياد ينجم عنها أرقام كبيرة وبعد عشر كانون الثاني إذا بقيت الأمور على ما هي سنكون في عين العاصفة أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أن 495 ألف إسرائيلي طلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا في غضون تسعة أيام وذكرت وزارة الصحة أن ليس من قبيل المصادفة أننا الدولة الرائدة في العالم من حيث سرعة التطعيم وقال مسؤولون إسرائيليون أنه في حال تواصلت حملة التطعيم بوترتها الحالية وبنفس الإقبال الجماهيري عليها فإن الأطقم الطبية ستتمكن من تطعيم جميع الفئة السكانية المعرضة لخطر الإصابة في غضون شهرين أو ثلاثة أي حتى شهر أذار 2021 نهاية الموجز إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر